السلام عليكم ورحبا بكم الخاوة اليوم عندنا موضوع من اهم الموضوعات في التربيتها الحسون لي هو تجهيز الانثال الانثال اللي الناس وزيف تروح تربي المال وتوجد المال وانفايق الفمال ما وجدك هو روح عمل وهو هباء منظورة والله روح وجيبها واجدها من برا هنا اليوم نهضروه يعني كلش كل حاجة تحتاجها باش توجد الفمال مستحيل يعني اليوم بإذن الله توجدها رغما عنها فورس دي برا اليوم اليوم تحكم هذه قرنية وبضربها بالدبسة لسان زيال خاوتي نهضروه اول حاجة لخلطة البذور خلطة البذور وش فيها فيها زرعة شوك زرعة الكتن الزقوقو زرعة البسباس غرانديجان وزرعة الزنباي والبيرية وزرعة الكيف وفارينة القمح وزرعة الشيا ودوار الشمس البذور تحديث الدوار الشمس اللي كيما نقولوله احنا ليوكلها اه نشال البلا يكفي يقول لها بالدرجة المهم مهم بكم نعطيكم صور تحم وايضا السلطة السلق الخيار البيض بالقشور والتفاح وايضا التفاف البري الشوك البري اللي هو شوك الجمل الحريق اللي هو القريس الخبيز وما ننساوش أولا نبتة هذي اللي راكم تشوفوا فيها في الشاشة هذي نبتة شوك هذي كجيفيت وتشوفها نحي نحي الوردة تحتها وديها للمقنين هذي مصفي طبيعي للكبد تلعب دور فيها مادة الكولين مادة الفعالة في تصفية الكبد هذي دواء طبيعي للكبد ومليحة بزاف بزاف اللي وجادها ثانيا نروحوا للزرعة هذي اللي تنبت في التاورا نحنا نقول لها التاورا هي تصنف من نبتة شوكية تنبتك تلقاها في التاورا يتشبع عند العشابة تشري منها وهذي المعظم الناس يعرفوها وكان زرعة الشياء ثم زرعة الشياء يعني فوائد عظيمة نزيدكم هذي زرعة الكتان اللي ما يعرفش انها اتلو في الفوتوات بها ما تغيبلوش زرعاتها دوار الشمس تكون صغيرة مش الكبيرة هذه الصغيرة بس كو طرية وسهل للمقنين بيكسرها هذي البيرية اللي ما يعرفش يشوف الفوتو ويشفى اللي اخر يشري وشران ينقلوه هذي زرعة الكيف هذي زرعة الفارينة عايت تتبع عند العشابة نوع معين من القمح تلقاها طري سهل للمقنين في التكشير جاو تلقاها يقولولها الفارينة هذي الزرعة اللي تعزقوقو اللي نقولولوه احنا الزنباي بذور الصانوبر ثاني مليحة بزاف هذي زرعة البسباس هذي زرعة الشوك زرعة الشوك هي وشية اما شوية غالية مي يعني روع الله يبارك يموتوا عليهم المقانن وهذا السلق اللي ما يعرفوش السلق اللي ما يعرفوش هاو قدامكم من الاخوة ها اشفوا على الشكل التاع وشريوه مليح بزاف وهذي النبتة الحريق الحريق اللي ما يعرفهاش اي تنبت غير في الاكوانة اللي فيهم الظل وهذا هو وقتها يعني الوقت التاع هذا الطابعي هذا هو تلقاها مليحة بزاف فور اللي وجدها وتولهوا بركجوا وتنحيوا فيها راي تحرق راي تحرق ما تخليهاش تقيس الجلدة تاعك هذا الخبيز الخبيز اللي ما يعرفوش هاو كيف هي الشكل التاعوا في الطابعة وهذه النبتة اكل راي تجيبها انفراش للمقين هذا يعني بكري العبد ويأكلوا الانسان ويأكلوا فيه فوائد جمع هذي موظم الامور به للناس اللي ما تعرفش اتولي تعرف راجعوا الصور هذي برك ودي وشري اخويا وحوس وكل حاجة ذكرتها لك راي عندها فائدة يعني كل حاجة لازم لها يعني تفسير انا اعطيك كم باش ما تبقاش الضيع في وقتك هذا الامور اللي يعني سميلك فيهم بكر روحوا المصدر الكاليسيوم المصادر كينا عظمة سيبيا اللي هدرنا عليها من قبل وخلطة الحصى يعني هدرنا عليها من قبل التربة تربة تجيب تربة نظيفة ويلا يجي تربة حمراء يفضل تربة حمراء المهم تكون تربة نظيفة وشوية اي بيتي وتربة بالنمل هذك شوية انا لا احبي ذهياني نزيدكم النظافة اللي دائما دائما دور رئيسي لازمة نتوائي نتوائي يا اخويا نتوائي الكاج نتوائي الوكالات نتوائي الباقيطات تاع المجيثم هذوك نتوائي اي حاجة عندها عادة تتنوائي نتوائيها ونزيدكم التشميس اللي هو يعني كوما تديرش كوما تشمس الانثى راح الكاليسيوم ما راح ميتثبتش في العظام وما كشغل ما وكلت لاش كاليسيوم فهمتوني نزيدكم الدوش بخلط فاح الدوش بخلط فاح يعني منعش والله قطع الثوم ثوم فصل ثوم قطعوا ديروا فيما مدة ساعتين لا ثلاثة واعطيه الهات الدوش بالثوم ونروح الموضوع الاهم نشتو الحوائج اللي اذكرني هذو كامل هذو كامل رايحون يكونوا بدون نفع بلا جدوى اذا كانت الانثى تاعك مريضة يعني الى ترفع مال مريضة انسى بها توجد لازم تكون في صحة كافية وعافية بها تنتج لك ولازم تكون صحيحة مياب الميابة ما يخرجون لك في الفرقة تاعك للنقطة السوداء وهنا راني در الدرس الاخر تاع النقطة السوداء بكون ديروكم في الوصف التحت ادخلون لي ما تفرجوش يتفرجو وديرو عملية تبييضة يعني تطهير للانثى عملية التطهير هذي راهي عيلاج من كل الامراض يعني من كل الامراض رايح باذن الله الفمال تاعك تصفى مية بالميع ما يبقى فيها حتى مرض ولو كان مرض يعني صغير خفيف با نتفادوا النقطة السوداء هذه راجع الفيديو السابق تاع علاج النقطة السوداء راهي يعتبر علاج لكل امراض ايضا نديرو ماء الجزر لانه مو ونظف طبيعي للكبل جيب حبة زرودية تغسلها مليح تقطحها وديرها في ماء يغلي تستخرج الماء تياها تخليه يبرد وتعطيه الهانهار تشرب منه وايضا استعمال قليل من العسل ان امكن ان امكن العسل اللي راه مهيت جنسي طبيعي للحسون هاذ العسل دير كيميا برك يعني حق ربع ملعقة قهوة صغيرة في الفيلم الشرابية وتخليها تشرب منها نزيد كم من اهم الامور من اهم الامور انه الانثى تكون راتبة في الكاج ما تقول ليش خلوية ومن نوام الهية خلوية غير ما كلا خلوية راي صعيبة صعيبة شوية ولزم لك تدريسيها في كما ندير لكم درس ان شاء الله على كيفية تدريسي الخلوية باذن الله باذن الله في فترة عشرين يوم الى شهر تتكال من 100% ندير لكم يعني طريقة روعة ان شاء الله لازم تكون مثبتة اذ الامور نادر لكمية تكون متفاملة على الاقر راتبة ما تكونش تتخبط والله ما تكونش تتخبط نزيد كم اه ما تتسرعوش في الكوبلاج راح ما زال الحال ما تزربش تلوح الفاملة تصعك في الكاجة تاع الكوبلاج حتى نتوفر لها الأمور هذي يتأكد منها مليح وباها تلوح معها المال كي تلوح معها المال ره يلعب دور أيضا في الجهوزية تاحها هذي فيما بعد بعد ما تمر على المراحل هذو كامل كامل باها تلوح عليها تديرها في كازات تزوج وتعطيها ماء والتعشيش زيد وش نسينا خل تفاح بعد ما تدير الأمور هذو كامل خل تفاح ره يبقى يوميا على مدار العام باها تحافظ على الحموضة على الحموضة نتاع الأمالة تحوم بتزيش تمرض لك باها ما تروحش خدمتك في الفارغات يفرغن الأمور اللي اذكرناها من قبل خلطة البذور مرتين في الأسبوع قودي برك قودي مع البرقة السامبل الساك الصافية يوميا هذي كيمصدر دائم للغيذاء وخلطة البذور اللي هدرنا لها زشوشوك وزرات كتنزقوق وزرات البسبس وغيرها قودي مرتين في الأسبوع دائم لها خطرتين السلاطة والسلق والخيار والبيض بالقشور والتفاع وخلطة الجوز واللوز اللي هدرناها من قبل ونصف حبة التمر هذو كل مرة مرة في السمانة التفاف والأمور اللي تجيبها من برة والحريق والخبيز مرة في الأسبوع ثاني عظمة سيبير أمور تلك كاليس يوم نزمي يوميا ديما ما تخطيلهاش الكاجعة الموضوع تطهير أنا هدرت الكامير عليها راجعوا الفيديو السابق شوفوا بإذن الله أزوجل يعني شوف أنا التحمل مسؤولتي إذا طبقت الأمور هذه بحذفيرها أقسم بالذي لا إله إلا هو غير تنتج بإذن الله إلا إذا لم يشأ الله ودعيونا معكم واشتركوا في القناة ولا تنسونا من صالح دعائكم في ظهر الغيب الله يستركم والله يحفظكم ورب يسالح للجامعة